قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم وبخصوص ما كشفه المتهمون في جلسة اليوم والتي تدين في مجملها عبد المؤمن خليفة دافع عبد المؤمن خليفة مروان مشهود أن كل القروض والشركات التي كان يتلقاها إطاراته والبنك كانت تتم بطريقة قانونية وتسأل عن سر الحاحة النيابة على هذه التهمة الموجهة للمتهمين للمزيد في ميكروفون عاد السيد كل هذه القروض التي منحها سيد خليفة رافيق عبد المؤمن هي قروض قانونية وسجلت واحتسبت في حسابات مجمع الخليفة والدليل على ذلك تواجدهم في قفص اتهام لأنه إذا لم تكن هناك دلائل على أساس أنهم أخذوا القروض كانوا ما يكونواش هنا إذا كانت هدايا ما كان حتى آفر للهدايا ولكن ما دم أنها قروض وقروض قانونية نوجدها بل لأنه أدخلت في الميزانية أدخلت في المحاسبة مجمع الخليفة ونبقى دائما مع اليوم الثامن من المحاكمة وفي رده عن سؤالين يتعلق بالتهم الموجهة لمدير المضيفين والمضيفات بالخليفة للطيران نوردين دحماني بتلقيه عمولات غير قانونية أكد ذاتو المتحدث بأن فرع الخليفة كان يتعامل وفق التشريع مع إطاراته وموظفه مزيد من التفاصيل في ميكروفون عادل زايد العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك ليس لمدير المضيفين للطيران يعلم بها المهم أنه قدم طلب قرض وهذا طلب القرض وفق بالإيجاب من سيد رئيس المدير العام ولكن سيد رئيس المدير العام ما قامش بإعطاءه المبالغ ووضعها تحت تصرفه بعفو الوكالة الوكالة هذه وكالة بانك الخليفة الوكالة حينما توجه الوكالة لم يقوم بسحب المبلغ مباشرة بل طلب منه فتح حساب بانكي وبعد فتح الحساب بانكي سلم له شيك وصبت الأموال داخل هذا الحساب البانكي واستخرج هذا المبالغ على ثلاث مراحل وبالطبع فإن المتهم الذي امتفل مما هيئة المحكمة لا يعلم ما استعرض الأموال هو ما يهمه أنه طلب سلفية طلب قرف واستلم الأموال ولكن العمليات المصرفية التي يقوم بها البانك تقوم بها الوكالة هي وكالات مصرفية تتم عادية والآن نتبع التفاصيل المحاكمة في يومها الثامن لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الوصفية ترجمة نانسي قنقر